تمام طيب الموضوع اللي بعد كده اللي هنتكلم فيه عايزين نتكلم حاجة سريعة كده قبل ما نطلع فاصل عن بعض العادات أو التصرفات الصحية نتجنب بيها إحساس الحموضة أو حالة الحموضة اللي ممكن تجلنا في رمضان سيادة الحموضة يعني الأسباب بشكل عام أسباب الحموضة دي بشكل عام مش في رمضان يا بشكل عام نتيجة يحصل الحموضة دي نتيجة ارتخاء العضلة ما بين المعدة والمريء كمان بعض الأدوية بتسبب الإحساس بالحموضة زي أدوية ارتفاع ضغط الدم تحديدا المسكينات مضادات للتهاب بعض المضادات الحيوية تمام السمنة والدهون والتدخين التدخين من أكتر الحاجات اللي تسبب إحساس بالحموض ده الأسباب بشكل عام الأسباب بقى الزيادة في رمضان هي زيادة الدهون وزيادة الأكل اللي هو المقلي وزيادة العصاير خصوصا الحمضية الحمضية اللي هي زي اللمون والبرتقان وكده الأكل المسبك زيادة الحلويات الأكل الحراء زيادة مشروبات رمضان والمشروبات اللي تحتوي على الكفايين زي القهوة والمياه الغذية وكده وزي الشاي والتدخين برضو لأنه بيضعف العضلة ما بين المعدة والمريء وبيقلل إنتاج اللعاب وبيزيد إنتاج العصارة المعيدية في أسباب تانية للحمضة دي زي الصحور الخاطئ نحن نتصحر غلط الملابس والأحزمة إنها تكون الملابس ديقة أو الأحزمة ديقة أو الأحزية كمان تكون ديقة وزيادة العصبية الهلاج أولا في تعديل نمط الحياة يعني إيه هي كده اسمها هي بتكتب كده في كتب الطب ده من خلال إحنا نقسم الأكل يعني نقسم الأكل لكميات ما ناكلش كل الأكل مرة واحدة ناكل على مدار الفترة بتاعت الفطار ممكن ناكل مش لازم ناكل يعني ناكل ناكل نفس الأكل بس قصدي ممكن نأجل الأكل يعني نأكله قصدي ناكل حاجة وبعدين ناكل حاجة تانية وبعدينها بساعة وبعدينها بساعة ونص أو كده كمان لازم يبقى عندنا عدم الإفراط في الأكل من البداية ونتجنب النوم مباشرة بعد الأكل في ناس يعني بعد الفترة نام على طول ده مش حلو ده بيزود الإحساس بالحمود كمان نقلل العصائر الحمضية وأكيد إيقاف التدخين ونشرب الميا بكميات صغيرة يعني في كل مرة ما نشربش ميا كتير وكمان رفع مقدمة السرير أو الجزء اللي بيبقى ناحية الدماغ يعني ناحية دماغنا نرفع الجزء ده من السرير هتقولولي إزاي؟ هقوللكو إن إحنا السرير المرتبة نفسها ممكن يتحط تحتيها حاجة ترفعها إحنا عايزين من 10 ل 20 سنتي بس إن هو يبقى يعني يبقى بدل ما هو السرير يعمل كده يبقى عامل كده بس كده دي من أكتر الحاجات اللي بتساعد على فكرة في التقليل الإحساس بالحمود كمان في أعشاب بتساعد جدا في علاج الحمودة دي حاجة كويسة قوي على رأسها الجنزبيل خلاص الجنزبيل ممكن يتحط مبشور على فكرة على الأكل أو يتحط على الشاي يعني كمشروب كمان في أعشاب البابونج أو الكاموميل كمان في العرق سوس بس لازم ناخد منه كمية قليلة كمان لازم نلتزم بالعلاج الصحيح يعني لو في بقى أمر محتاج علاج والدكتور قال لنا لما نحس بالحاجة دي الإحساس بالحمودة الزائد ده ناخد الدول فلاني نلتزم الزبادي كمان أكيد واللبن الرايب كل الناس عارفة إن هم بيقللوا الإحساس بالحمودة وفي حاجة مهمة جدا لازم نوقفها عارفين الأدوية اللي هي الفوار اللي يقولوا ناخده بعد الأك ناخد فوار الفوار ده بيزود الحمودة مش بيقللها هو بيعالجها وقتيا إنما بعد كده الحمودة بتزيد خاصة إنه هو الفوار فيه مركب اللي هو معتمد على حاجة اسمها بايكاربونيت السوديوم فالبيكاربونيت السوديوم دي بيعمل إحساس بالانتفاخ أصلا يعني هم يعني فياريت نقللها يعني لإنها حتى كتير قوم الأطباء دلوقتي مش بيوصوا بيها كمان نقلل المياه الغازية جدا ويعني نخلي بالنا زي ما قلنا من موضوع التدخين ده إن إحنا نوقفه خالص رمضان يا جماعة فرصة إن إحنا نصحح حاجات ونعدل يعني نعدل حياتنا ونعدل نمط أكلنا وهكذا فإحنا بيكون عندنا إرادة في فترة الصيام فإيه اللي يمنع إن إحنا يكون عندنا نفس القوة والإرادة في التحكم بقى في الأكل والشرب اللي عارفين إنه هو هيتعبنا ترجمة نانسي قنقر